اشتركوا في القناة القمر موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة واحدة و58 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طبعا القمر موجود في برج السرطان بما انه موجود في برج السرطان معناته في هاي الفترة جميع الأبراج منشعر بقوة العاطفة ومن حاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه في هاي الفترة أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بهاي الفترة منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الغير والانتقاد نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها في هاي الفترة ممكن التركيز أو شراء عقار استئجار بيت صيانة بيت الأمور هاي أو زراعة نبتة ماء أو شجيرة والانتباه للحديقة أو مناسبة عائلية والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالبيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية خطيرة جدا بدأت تتشكل طبعا هي إلها كم يوم موجودة ولكن كانت منفصلة الآن دخلة قيد التأثير يعني اليوم بتبدأ تأثيراتها وهي زاوية التربيع السلبية اللي رح تكون بين المريخ وبين بلوتو وهاي تأثيراتها الحمية جدا رح تكون من اليوم اللي هو 29 ستة لغاية يوم أربعة سبعة طبعا هي ما قبل أيام كانت موجودة وما بعدها برضو هذا التاريخ أربعة سبعة يعني أربع أيام أو خمس أيام رح تظلها مأترة ولكن ذروتها ما بين 29 ستة لغاية أربعة سبعة طبعا هي الذروة تاعتها اللي هي عمق الزاوي أو فترة التربيع اللي هي يوم 2 سبعة في ساعات الصباح يعني ساعة 2 و 13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بالنسبة لهذه الزاوية بتولد لدينا اندفاع لها مخالفة الصواب في أي مسعى ما نقوم فيه بتدفعنا للتمرد التصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وهو هذا الشيء ممكن يعرقل نجاح مبادراتك وعلاقاتك هذا واحد بالنسبة لدوليا برضو بتقيس عليها على الأفراد في بعض الأمور تعد هذه الزاوية دلالة على إنها هاي فترة فيها مشاحنات وعنف واحتمالية حرب ودمار على نحو واسع في بلد ما دائما بتتلو هذا الاتصال يعني بعد هذا الاتصال ما يتشكل عادة بتصير هاي الأمور عادة دوليا إحنا لما نيجي نحكي عن هاي الزاوية منحكي إنها هاي بالدل على إنها هاي الفترة ممكن تشهد إضرابات للعمال ممكن ترافقها أعمال شغب أو حوادث عنف وكمان هاي الفترة ممكن تشهد يعني مقتل أحد القادة أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية أو تفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية مثل الزلازل وحرائق الغابات هاد اللي إحنا دائما منحكيه لما هاي الزاوية تتشكل فعليها بتقيسوا إنتوا إيش اللي ممكن إنه يصير بالأيام القادمة بالنسبة للزاوية البطيئة الأخرى اللي رح تتشكل هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين المريخ وبين زحل وهاي حكينا عنها إنها زاوية إيجابية تأثيراتها لغاية يوم 1-7 بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا بالنسبة للزاوية البطيئة برضو في عنا زاويتين اليوم رح تكون دروتهم الزاوية الأولى هي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي اللي رح تكون دروتها اليوم الساعة 12 و59 دقيقة بعد منتصف الليل يعني في أول ساعة بعد منتصف ليل هذه الليلة وطبعا حكينا إنه هاي زاوية بتبددوا الحدود في أي مساعة منقوم فيه وبرضو بتخلينا نبذر أموالنا ومننجذب للمضاربات والأسهم والأمور هاي وهي طبعا ما مننصح فيها نهائيا واللي بيشتغلوا في مجال البورصة والأسهم بدهم يركزوا بشكل جيد بهاي الفترة لأنها فترة صعبة جدا تعمللنا نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل بالمشاريع بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام ساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة لزاوية التي تريها وهي زاوية الاقتران الإيجابية بين القمر والشمس ومعنى اقتران يعني بداية ولادة الهلال يعني بداية الشهر الجديد من ساعة ولادة الهلال طبعا هذا الولادة أو هذا الاقتران راح يكون الساعة 22.52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية البطيئة التي تليها وهي برضو اليوم دروتها هي زاوية التزديس الإيجابية بين الزهراء وبين المشتري واليوم دروتها الساعة 53.51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بتسهل عملية إقناعهم حتى وإن كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون منتصف الليل أو قبله بثلاث دقائق يعني الساعة 14.47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الأربعاء وهي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وقد يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك الزواية اللي ذكرناها اللي راح تتشكل في ساعات الصباح طبعا هاي تأثيراتها لغاية ساعات العصر أما بالنسبة لهاي الزاوية اللي ذكرناها آخر شيء فتأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر لغاية فجر يوم الخميس بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن أي عمليات جراحية لهاي الأعضاء هي المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب والصفاقة هذولا الأعضاء الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية يعني الأشخاص اللي بدهم يعملوا عمليات تكميم هذول اليومين اللي هو اليوم ويوم الخميس لا يصلحوا لهاي العمليات ولكن هذا اليوم يصلح مثلا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والأمور الأخرى ولكن برضو هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح يعني لسه ما بدأ أنه يصلح للقص العلاجي فلو تأجلوها لغاية يومين كمان قادمات بيكون أفضل يعني من بعد يوم الجمعة بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان معناة خلو المسار القادم للقمر رح يكون يوم الخميس تلاتين ستة طبعا خلو المسار رح يبدأ في ساعات المساء الساعة ثمانية وثلاتاشر دقيقة مساء من مساء يوم الخميس ورح يستمر لبعد منتصف الليل بتسعة وثلاثين دقيقة يعني أول تسعة وثلاثين دقيقة من ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة لا ينتقل القمر لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة وحده وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصبح ثلاثين يوم وهي فترة ولادة الهلال ونسبة الإضاءة بتصير صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة طبعا سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان حتى يوم واحد سبعة منتحس الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة عشر في المية وبصير تزداد درجة السعادة كل ما اقتربنا لساعات المساء لأنه في ساعات المساء بتصير نسبة السعودة ستين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم خمسة سبعة سعيد الآن هو بنسبة خمستاش في المية ولكن في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة لا ثلاثين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 57 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% أما نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأمور البيتية والعائلية فعشان هيك اليوم رح تنهمكوا في أمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم شيء إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة والمقربين لا إلكم وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حذروا اليوم من التصرفات العدائية حاولوا برضو ما تخلفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع نوع من أنواع العتاب أو اللوم بسبب أي سوء تفاهم ممكن يصير فعشان هيك ضبط الأعصاب اليوم مطلوب بشكل كبير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم النشاط عالي جدا القمر صار موجود في البيت الثالث فعشان هيك راح تنشطوا بالسفر بالاتصالات بالنقاشات بالحوارات قدرة الإقناع عندكم عالية جدا ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات أثناء القيادة ممكن يصير عطل في بعض الأجهزة الإلكترونية للبعض طبعا أو يهتم بصيانة سيارة مثلا أو شراء سيارة ما هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أهم شيء إنك تعبر عن رأيك ولكن بهدوء دون إثارة العدوات والتحافظات وحاول إنك ما تترك مجال للغموض بدك تكون واضح بكلامك عشان ما تنفهم بشكل خاطئ باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم يعني بمعنى آخر ما راح تهدأ وتيرتك بأي اتجاه راح تمشي فيه برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا اليوم التركيز على الأمور المالية بما أنه القمر صار موجود في البيت الثاني فاليوم بفتح لك فرص لما كاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو ممكن بعضكم يسترد بعض الأموال اللي بتعود له أو يحصل على هدية أهم شي نكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية ببعض الالتزامات المالية اللي كان صعب أنك تعملها بالفترة الماضية فاليوم ممكن تقصط أو تعمل هاي التسوية وهذا الشيء راح يفتح أمامك أبواب قوية للحوار والنقاش البناء دون عصبية ودون ما تفقد السيطرة على عصابك حاول أنك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم القمر موجود عندكم فعشان هي كنت اليوم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء إنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لكم نشاطكم وخصوصا لحياتكم اليومية تعتبر هاي الفترة بداية مرحلة جديدة وطاقة عالية حتى إنك اليوم بتكون ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر في نوع من أنواع تبادل العواطف للأحبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا للأسف الشديد إنه الشمس في بيت المتاعب والآن القمر في بيت المتاعب معناته هذا يوم متعب اليوم وبكرة يعتبره من الأيام الصعبة فضبط الأعصاب مطلوب فتشعروا إنه التعب بدأ يسيطر عليكم حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة يعني بمعنى آخر بدك تنجز أعمالك بشكل روتيني بدون ما تبادر بأي شيء جديد ممكن اليوم تكون الظروف مخيبة للأمل بعض وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو التعب الصحي فعشان هيك بتكون تنتبهوا من كل الأمور فترة بيت المتاعب فترة مش سهلة فعشان هيك هذا ضغط حاولوا أنكم ما تتخذوا أي قرارات أو تبدأوا بأي أعمال جديدة لأنها بكل بساطة ممكن تفشل لأدفه الأسباب اللي بوعدكم بشيء صعب جدا يوفي بهذا الوعد في هذول اليومين بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدك تتجنب وممكن تنتقدوا أي شخص اليوم وحاولة تكون واضح بكلامك دون حدية بالطبع اليوم بناسبك العمل من ضمن أو بضمن مجموعات من الزملاء من الأهل وانت بحاجة اليوم لكل التحالفات مرح تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وممكن تحصل على التأييد أو تشارك في ورشة عمل ممتازة ولكن دون اتخاذ قرارات ودون البداية بأي شيء جديد وهو زي ما حكينا حاول تخفف أو تبتعد عن الانتقاد برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين واليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعني اليوم تقدر تستغله لا ترقي أو ترفيع إذا انت التزمت بالتوصيات وخليت علاقاتك جيدة بالمسؤولين وأتممت أعمالك وما تهربت من العمل وما تغيبت عن العمل فهذا يوم مناسب برضو للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تشعروا وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي في لحظات ما بيتعاطف معاكم ولا بيتعاون معاكم كرر المحاولة بغدوء وحاول أنك اليوم برضو ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح بدون عصبي وفرض الرأي لأن الفترة هاي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر وفي نفس اللحظة حاولوا أنكم تخالفوا القوانين برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعاً بتنشطه اليوم بشكل كبير في أمور الهلاقة بالسفر الاتصالات البعيدة العلاقة مع الأجانب الحوارات النقاشات الامتحانات الجامعية حتى الدراسات وبداية الدورات أو القضايا القضائية كلها هاي رح تظهر على الساحة لما وليد برج العقرب فعشان هيك بدكوا تستغلوا هذا اليوم لأنه وجابي جداً ولكن بدكوا تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة تتفقدوا أمتعتكم إذا كان عندكم سفر ومن اليوم رح تعيش لحظات ممتازة جداً وفيها كثير من الحظ تختفي اليوم المنافسات والعدوات وهو رح تسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تخاف ساكن بدك تتحرك لاستغلال الفرص برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنهمكم في ضبط شونكم المالية المشتركة اليوم القمر في البيت الثامن بيت الأموال المشتركة الأموال اللي فيه بينك وبين الشراكة يعني بينك وبين أشخاص شراكة في المال المال ما بعود لك لحالك ولكن رغم النفقات اللي ممكن تظهر اليوم ولا فيه بعض الفرص لمكاسب مصدرها شراكة أو تعويض أو ديون قديمة مثلاً أو قرد بنكي أو مساعدات من الشريك أشياء من الزوج يعني أهم شيء أنك تتصرف اليوم بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولإعادة بعض الأمور لنصابها وحاذروا من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين أي شخص بعرض عليك مساعدة ووافق عليها ممكن تعالج بعض المواضيع المالية والإدارية أهم شيء أنه اليوم لا تكفل حد ولا تداين حد فلوس برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً يبينصب إهتمامكم اليوم حول موضوع الشراكة شراكة بالعمل شراكة مال شراكة زواج بين الأزواج شراكة عاطفية كلها هاي الأمور الاهتمامات رح تتركز عليها اليوم بتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو بالعاطفة برغم هيك القمر لأنه بمقابلك تماماً بسحب من طاقتك فبخلي هاي الفترة فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تتورط في أزمة ما وممكن تضطر للإضطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنه ما فيه أي مشكلة في هذا الموضوع بس بدك تضبط أعصابك وما توجه أي انتقاد لأحد وابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً القمر صار الآن في البيت السادس بلشت مراحل الضغط تزيد عليكم فعشان هيك اليوم بيبدأ العمل بالتراكم ممكن يكون عندك أكثر من عمل حاب تنجزها وتجد صعوبة فيها أو في مشكلة في العمل وإنت تطرب فيها وتحاول أنك تحلها أهم شيء أنك تحاول إنجاز اللي بتقدر عليه من أي عمل دون إهمال صحتك وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تعمل عملين في نفس الوقت إنجز عمل وانتقل للآخر حاولوا كمان اليوم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل في العمل أو رئيس بالعمل أو حتى زبون لا إلك لا تدخل بمواجهة معاه وحاذر من التراجع الصحي لأنه هذا بيت العمل والصحة زي ما عكينا غير من أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير بأعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن موجود في البيت الخامس يعاني اليوم في زاوية التراجع موجود ما بينكم وبين القمر اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم التقرب من الأحبة من الأبناء من أحد الوالدين برضو اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة للتسوية للتعارف الارتباط ممارسة هواية بدء بهواية معينة أمور ترفيهية أو تجميلية نشاطاتك متنوعة ثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور ممتازة جدا تعتبر هاي فترة إيجابية مميزة واستثنائية عشان هيك لازم تستغلها بكل قوتك اليوم وبكرة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء